أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص مصر على تعزيز العلاقات الوثيقة بين القهرة وبكين جاء ذلك خلال لقائه رئيس الهيئة الوطنية الصينية للتنظيم المالية ليونتسا والوافد المرافق له حيث أعرب مدبولي عن تطلعه للعمل مع الجنب الصيني خلال الفترة المقبلة لتنفيذ مخرجات الاجتماع الوزري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي وثمن مدبولي المشروعات التي يتم تنفيذها بالشراكة بين مصر والصين وأبرزها مشروع بناء حي المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة وأبراج مدينة العالمين الجديدة والقطار الكهربائي الخفيف